موسيقى مشاهدين الكرام تحية طيبة لكم أينما تكون وحلقة جديدة من الحصادة لإخبار الإسبوعي حيث سنتناول في حلقة اليوم أهم الأحداث التي شهدها العالم العربي والدولي وعلى الصعيدين السياسي والأمني بالإضافة إلى الشأن المسيحي وختامها سنكون معكم في المحطة الرياضية وكل ما هو جديد في عالم الرياضة إذن كنوا معنا بعد العناوين وسط فرح سماوي وتراتيل شجية قناة الكرم الفضائية تحتفل بعيدها الرابع عشر قداسة البابة ودروس يواجه أخبار مغلوطة وشائعات تحاول المساس بقراراته وإيمانه وحياة الشخصية والكنيسة تتصدى لها وتنموه مصرع القبطي مينا صفوة موريس فرج أربعون عاما وإصابة أربعة من أفراد أسرته بحادث مروري مؤلم ببني سويف المصريون يدعمون الرئيس السيسي نحن معك ضد الخونا مقتلوا وإصابة سبعة عشر شخصا حرقا في تفجير عبوة الناسفة داخل حافلة في محافظة كربلا بوسط العراق والأهل المصري بطلا لكاس السوبر على ملعب برج العرب بالاسكندرية أهلا بكم إلى التفاصيل وسط حضور غفير ووسط تسابيح وصلوات المؤمنين احتفلت قناة الكرمة الفضائية الأحد بعيدها الرابع عشر مؤكدة على لسان مؤسسها السيد صامويل سطيفانوس إنها ستبقى حاملة شعر الصليب التي تنتصر به دوما متغلبة على جميع الصعاب من أجل الوصول إلى هدفها السامي النبيل وهو خلاص النفوس وخلال الاحتفال أشاد مدير عام القناة السيد صامويل سطيفانوس بالدور الفاعل الذي تقدمه قناة الكرمة الفضائية بمجموعتها السابع وأمد الجهود التي يبدلها العاملون بها من أجل توصيل كلمة الله إلى العالم أجمع خاصة وأن قناة الكرمة الفضائية تصل إلى مساحة واسعة من العالم لتغطي ما نسبته التسعين في المئة من الكرة الأرضية كما أثنى السيد صامويل على الدور الفاعل التي تقوم به الأياد المعطى من المشاهدين في تعضيض العمل في قناة الكرمة الفضائية واستمرار دعمهم المادي لمواصلة العمل واستمرار بث القناة لتتمكن من توصيل كلمة الله لكل بني البشر هذا وخلال الحفل قدم موظف قناة الكرمة الفضائية وعضاء مجلس إدارتها وساما تعبيريا لأستاذ صامويل استفانوس يحمل كلمات إنجلية مهمة جدا في حياته وهي أن القيادة تأتي من قوة الإيمان الذي يهز الجبال ويحركها وبالمحبة التي تغير القلوب وهذا ما اتصف به السيد صامويل استفانوس كقائد متمثلا بمعلمه يسوع المسيح له المجد معبرين بذلك عن مشاعرهم الجياشة تجاه أخيهم وصديقهم الأخصى مويل استفانوس وتقديرا منهم تجاه جهود التي يبدلها مؤسس قنوات الكرمة في تحقيق الهدف المنشود وهو إيصال كلمة الحياة لكل بيت متغلبا على الصعاب والمحنة التي اشتازها هذا العام بفقدان شركة حياته الأخت مونا استفانوس التي انطلقت إلى السماء لتكون مع المسيح في عرس بهيج وقد تخلل الحفل البهيج تسابيح وترانيم مجدات الربي السوع وسط المؤمنين فيما انطلقت أمنيات الحاضرين بالدعاء إلى الله ليديم عمل قنوات الكرمة الفضائية ولتستمر في مشوارها الإنجلي ونحن بدورنا وبالإنابة عن مشاهدين العزاء نقول لقناة الكرمة الفضائية كل عام وأنت بألف خير من غير صعبتكم من غير تعطيتكم من غير تشجعكم ما نقدرش نعمل ما نقدرش نشد النفوس دي ما نقدرش نعمل الرابط اللي أخيانهم يتكلم عنها والنفوس اللي تتعمل بالشكل ده ما نقدرش عافية الرابط يستخدمك أنت وأنتي تخيل تخيل الوفد المصري ورئيسة لجنة السياحة بالحزب أمل رمزي أن الوفد سيتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية المصرية بالتنسيق مع لجنة السياحة بمجلس النواب المصري لاعتماد تنفيذ مسار العيلة المقدسة كمزار عالمي وحل العقبات التي تواجه الرحلة وكيفية التسويق لها عالميا نظرا لأن نجاحها يعد بمثابة دفعة قوية لتنشيط السياحة في مصر فمن المتوقع أن تمثل رحلات الحاج المسيحي نسبة كبيرة من السوق السياحي في مصر واشددت رئيسة لجنة السياحة بحزب الوفد المصري في بيان لها ثلاثة على ضرورة الاهتمام بمسار رحلة العيلة المقدسة والعمل على حل المشكلات التي تتعرض لها في أسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن قداسة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر دعا كافة المسيحيين في كل أنحاء العالم لزيارة مصر ونوهت مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الحدث تاريخي وديني واقتصادي مهم ومؤثر فاعتماد بابا الفاتيكان مسار رحلة العيلة المقدسة في مصر ضمن رحلات الحاج المسيحي يجعل مصر قبلة للزائرين من جميع دول العالم فهي فرصة ذهبية للنبوض بسياحة المصرية مشاهدين ونبقى مع الكنيسة القبطية حيث يواجه قداسة البابا ودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية منذ أن وصل إلى سدة الكرسي المرقصي العديد من الشائعات سواء الخاصة بقراراته أو تحركاته الداخلية والخارجية التي تمثل جزء أساسي من خدمته الرعوية ويروج البعض أن الشائعات التي تطول الكنيسة يقف وراءها ساقفة من المجمع المقدس بهدف زعزعة الأرض تحت أقدام قداسة البابا ودروس الذي يسير بخطا ثابت نحو إحداث تغيير في طريقة إدارة الكنيسة والشائعات التي تطول الكنيسة وعلى رأسها البابا ودروس الثاني كثيرة تأتي في مقدمتها ما يخص الإيمان الأرثوذكسي حيث يتهمه البعض بأنه ينول منه فيما تخطى الأمر حدود العقيدة إلى حياته الشخصية وامتلاكه قصور من صندوق الكنيسة ولعلى أبرز ما أثار القلاقل هو شائعة وجود انقسامات داخل المجمع المقدس وتحركات ضلبابا ودروس نفسه وهو ما قبله مجموعة بيانات تضامن من أساقفة لهم مكانتهم المرموقة في المجمع المقدس وفي ذات الوقت نرى أن الكنيسة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يطولها من شائعات حيث يتصدى المركز الإعلام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأي محاولة نيل من اسم وسمعة الكنيسة وفي هذا الإطار رد القس بولوس حليمة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على بيانات لا تقبل التأويل على أي تشائعات من شأنها إحداث بلبلة في الوسط الكنيسي كما يواجه كل من يحاول المساز بسمعة الكنيسة وإيمانها القويم من خلال ما يقوم به البعض من استقطاع أحاديث للبطيارك واستخدامها في غير موضعها ونشر كلمات للبابا نصا وفيديوهات مفبركة وعارية عن الصحة وحذر قداسة البابا توادروس الثاني من الإنجراف وراء ما يروج من أكاذيب وشائعات بالأخص ما يتردد على السوشيال ميديا قائلا السوشيال ميديا دائما هائجة والذين يتكلمون هم من يفتعلون هذا الهياج وأن التعاليم الإنجليا ثابتة داخل الكنيسة منذ قرون وإيماننا وعقيدتنا ولاهوتنا ثابت في الكنيسة وقانون الإيمان يحدد كل شيء مضيفا أن الأحداث التي تشهدها الكنيسة دليل على أنها عرضة لحروب الشيطان مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الحروب تقوي الكنيسة فرغم الشائعات الكاذب التي ينشره عدو الخير إلى أن الكنيسة ممتدة وقوية وتنموه بعد طول انتظار حصلت كنيسة الأخوة للأقباط الإنجليين بقرية أبو جلبان التابع لمركز بني مزار في محافظة المينيا على قرار إحلال وتجديد لمبنى الكنيسة على مساحة 450 مترا مربعا بالقرية وقام عدد من المسؤولين بالخدمة داخل الكنيسة بتقديم طلب إحلال وتجديد الكنيسة نظرا لتهالكها وتهديد حياة المصلين للجهات المعنية وبمجرد متابعة الأمر والمعاينات واستفاء الشروط المطلوبة حصلت الكنيسة على الموافقة وبدأت أعمال الهدم لإعادة بنائها بشكل يحافظ على حياة المصلين لقي الطالب المصري أبنوب دميان حبيب الذي يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بمدينة لفي في غربية أوكرانيا مصرعه غرقا خلال رحلة طلابية وقد تم إبلاغ أسرته بنبأ وفاته وخلال تصريح لجريدة الوطن المصرية قال مخلص رمزي خال الطالب المتوفي إن إدارة الجامعة تواصلت معهم وأخبرتهم بأن نجلهم أبنوب غريق خلال رحلة طلابية مع الجامعة ثم تواصلت معهم السفار المصرية في أوكرانيا إلا أنهم حتى الآن الصورة الكاملة لواقعة وفاته غرقا ليست واضحة بالنسبة إلى أسرته ولم تخبرهم السفارة بإجراءات نقل الجثمان حتى الآن وفي انتظار ما يستجد وكانت الهيئة العامة الخاصة بشؤون الجالية المصرية في أوكرانيا أعلنت وفات الطالب المصرية بنوب دميان حبيب غرقا خلال رحلة طلابية وأجرى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا الدكتور وليد عطي اتصالا عبر ممثلية الجالية مطالبا الشرطة الأوكرانية بفتح تحقيق في الحادث وعرب عن استعداد الجالية لتنسيق نقل الجثمان إلى مصر كما لقي مواطن قبطي مصرعه وأصيب أربعة من أفراد أسرته الخميس إثر حادث مروري مؤلم تعرضوا له ببني سويف وأكد القسرمية عبدو مسؤول أسرة الملاك للحوادث بأبرشية السيدة العضراب ببني سويف إن حادث سير جديد وقع الخميس على الطريق الصحراوية الشرقي داخل حدود محافظة بني سويف لأسرة قبطية قادمة من سوهاج في تجاه إلى القاهرة بعد انقلاب سيارة الملاك الخاصة بهم مما أسفر الحادث عن وفاة رب الأسرة ويدعى مينة صفوة موريس فرج أربعون عاما وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرته وهم الزوجة بوسي رفعة شاكر ثلاثة وثلاثون عاما والأبناء كاترين أربعة عشر عاما وأبنوب ثمانية أعوام وإيلان ستة أعوام وتم نقل جثة المتوفي والمصابين للمستشفى العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث وأخطرت النيابة العامة للوقوف أمام ملبسات الحادث الأليم وفي الشان المصري العام حيث لقي شخص مصرعه وأصيب نحو ثلاثة آخرين الخميس في حادث انفجار خزان هواء بمصنع تحت الإنشاء بمنطقة الأدبية بالسويس وكانت غرفة عملية مدينة أمن السويس قد تلقت اختارا من قسم شرطة اعتاقة يفيد بوقوع انفجار خزان هواء بمصنع تحت الإنشاء بمنطقة الأدبية وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحد العاملين بالمصنع متأثرا بإصابته وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة في الجسم وقال مصدر الطبيف السويس المتوفي تم نقله إلى مشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات الأولية وقد تم تحرير محضر بقسم شرطة اعتاقة لتتولى النياب العامة التحقيق احتلت مواقع السوشيال ميديا هذا الأسبوع وابتداء من يوم الثلاثاء الماضي قائمة الأكثر تداولا على تريند جوجل بعد مشاركة عدد كبير من المغردين لدعم مصر والجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي وأشهد المغردون بإنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات كما هاجموا كل من يهدد أمن الدولة وجيش مصر ورئيسها وكانت أبرز التغريدات إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومعك مكملين يا رئيس وسنحقق حلمنا مئة مليون دعم ومساندة لمستقبل مشرق لنا ولأولادنا وأنت الذي تبني عندما كان غيرك يخرب نحن نفسر حلمنا يقترب منا ونحن معك ضد الخونا كما تصدر هاشتاك سنكمل مشوارنا معك يا سيسي وموقع تويتر وتصدر أيضا هاشتاك تحيا مصر تويتر صباح الثلاثة بمشاركة مغردين كثيرين وشارك الألاف في الترين لتأييد الرئيس السيسي والجيش والدولة والتصدي لمروجي الشيعة التي انتشرت في الفترة الأخيرة كما حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن على تجديد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون الرئيس بهاشتاك نحن معك يا ريس الذي حقق مئات الألاف من التغريدات معاك يا ريس معاك يا ريس معاك يا ريس أنا معاك يا سيسي وكلنا وراك وكلنا بالحبة كلنا معاك وكلنا وراك كلنا في ظهرك يا ريس كلنا معاك يا ريس ضربة أمنية جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية المصرية للعناصر المتطرفة في إطار حربها على الإرهاب والعناصر المتورطة في اغتيال رجال الأمن والشخصية العامة حيث لقي تسعة عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات المصرية أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور والخامس عشر من مايو من بينهم قيادي بحركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم واسمه الحركي خلف الدهشوري والمتورط في حادثتين اغتيال عميد القوات المسلحة عادل رجائي واستهداف كمين شرطة العجيز بالمنوفية وعثر بحوزتهم على استطيع أسلحة آلية وبندقيتين خرطوش وكمية من مادتي آر سولت والنترات شديدة الانفجار ومجموعة من الدوار الكهربائية وعبوة متفجرة ونوها خبراء الأمن لأن العناصر الارهابية تلجأوا لاستخدام أسماء ديرامية كاسم حركي للتهرب من الملاحقات الأمنية مثل اسم خلف الدهشوري وغيرها من الأسماء الحركية بدلا من الكنيات القديمة مثل أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وغيرها من الأسماء الحركية ولفت خبراء الأمن لأن المضبوطات بحوزة العناصر الارهابية تشير إلى تخطيطهم لارتكاب أعمال عنف على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة وأنهم كانوا يجهزوا لعمليات ارهابية وعدائية تستهدف أمن واستقرار البلاد وأوضح خبراء الأمن أن دقة المعلومات والتحرك السريع والعاجل من قبل رجال الشرطة يساهم بشكل كبير في التصدي للعناصر الارهابية والتعامل معها قبل ارتكابها للعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد وأشار خبراء الأمن لوجود اتصال مباشر مستمر بين هذه العناصر والقيادات الهربة الخارج التي لا تكوف عن التحريض ضد البلاد ومؤسستها والإغداق بالأموال على العناصر المتطرفة بالداخل لتنفيذ أعمال عدائية مشاهدين الكرام حصادنا الإغبار متواصل على حضراتكم وتتابعون فيه بعد الفاصل وكالة الإغبارية روسية عودة المسيحين إلى شمالي العراق متعثرة لحين ترحيل عائلات الدواعش غبطة الباطريارك يوسف الثالث يونان يستنكر تمد السلطة اللبنانية في تهميش وإقصاء السوريان عن الوظائف العامة والإدارات الرسمية بالدولة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي المصرية تصدر قرارا هاما بشان تسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج والتظاهرات تشتح العالم من أجل الحرب ضد أزمة تغيير المناخ ومبادرة نمساوية لإنقاذ العالم من مخاطرها أهلا بكم من جديد خلال العام الحالي استطاعت قلة من العائلات المسيحية العراقية بعد تعرضها للهجرة القصرية على يد داعش الإرهابي في عام 2014 عند استيلائه على نينوى ومركزها الموصل العودة إلى مناطقها المحررة رغم افتقارها للخدمة الأساسية قائم مقام قضاة الكيف الواقع شمالية شرق الموصل مركز نينوى باسم بلو كشف عن عدد عائلات المكون المسيحي التي عادت إلى القضاء حتى الآن قائلا إن عدد العائلات التي عادت إلى تلكيف لا يتجاوز الخمسين عائلة ولا زالت العودة ليست بالمستوى المطلوب لأسباب كثيرة ومتعددة منها سياسية وأمنية واقتصادية ذات جوانب كثيرة وبشأن المساعي التي انطلقت من سياسيين بارزين من المكون المسيحي لترحيل عائلات داعش الإرهابي من مناطق المكون قال قائم مقام قضاة الكيف أن هذه العائلات موجودة في القضاء ولم يتم ترحيلها حتى الآن ونقل بيان الإعلام المركزي للحركة الديمقراطية الأشورية عن وزير العدل تأكيده بأن الوزارة بصدد ترميم وتأهيل سجون نظامية وسينجز التأهيل نهاية هذا العام عندها سيتم نقل الدواعش إلى هذه السجون وفي العراق أيضا فقد أعلنت دائرة الإعلام الأمنية الحكومية العراقية عن مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة الركاف في محافظة كربلاء بوسط العراق ونقلت مصادر الصحفية مطلعة عن دائرة الإعلام الأمنية العراقية تأكيدها أن الانفجار أسفر عن مقتل 12 مواطنا وجرح خمسة آخرين وهم حاليا يتلقون العلاج في المستشفيات وفي وقت سابق فادت وسائل الإعلام العربية نقلا عن نظر أمنين عراقي بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل باصل الركاف في سيطرة 54 شمال محافظة كربلاء وسط العراق بما تسبب مقتل تسعة أشخاص على الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير وأضاف أن خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطيرة مبين أن حالة المصابين حارجة وقد يفارقون الحياة وأشار إلى أن هناك ستة قتلة من عائلة واحدة إلى لبنان حيث استنكر صاحب الغبطة بطريارك السريان الكاثوليك الانطاقي مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان تماد السلطة بلبنان في تهميش وإقصاء ابناء الكنيسة السوريانية عن الوظائف العامة والإدارات الرسمية في الدولة اللبنانية وخلال التصريح الصحفية أعلن غبطته أنه نسمع الكثير من المسؤولين اللبنانيين ونادون بالسعي الدؤوب للحد من التهميش والإقصال لأبناء كنيستنا السوريانية عن الوظائف العامة والإدارات الرسمية وأضاف غبطته لقد هلن أنه في التعيينات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني لسيما تعيينات المجلس الدستوري وديوان المحاسبة وبعد الوعود التي أطلقتها أعلى سلطة دستورية في البلاد بتعيين أحد أبنائنا السوريان من ذوي الكفاءة والنزاهة في موقع يستحقه والجدير به تم إقصاؤنا مجددا لمصلحة المحاصصات الطائفية الكبرى وتابع لذا وبعدنا التقينا الكثير من أبنائنا ولمسنا أن طاقاتنا الشبابية في تغرب وتهجير متزايد نستنكر بأشد العبارات التمادي في التهمش والإقصال المستمر لأبناء كنيستنا عن الوظائف العامة والإدارات الرسمية في الدولة اللبنانية ودع قدسته جميع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء الحزاب والكتل المسيحية إلى أن يقرنوا وعودهم لأبنائهم وأبنائنا الجديرين بالأفعال وأن لا يتوقفوا عن الادعاة الواهية وغير الصادقة لمصالح شخصية وأنانيات انتخابية فنحن لسنا من الطارئين على لبنان بل من صلب تكوينه منذ ما قبل إعلان دولة لبنان الكبير ويحق لنا أن ننصف في ظل ما يسمى بالعهد المسيحي القوي أقرت ولاية كاليفونيا الأمريكية رسميا بالإبادة الجمعية سيفو التي أقامتها الامبراطورية العثمانية بحق الشعب الكلداني السرياني الأشوري عام 1915 ميلادية ومذبحة سميل في عام 1933 ميلادية في العراق في قرار ملزم صدر في التاسع من أيلول سبتمبر 2019 وأييد القرار من قبل كل من الديمقراطيين وجمهوريين عضاء الجمعية ومرت بالإجماع الولاية صادقت على قرار الاعتراف بمجازر الأشوريين على يد الأتراك والأكراد خلال الحرب العالمية الأولى وكذلك مجازرهم على يد الجيش العراقي والعشائر العربية والكردية عام 1933 ميلادية على أنها عمليات إبادة جماعية بالمفهوم القانوني للكلمة وقد اعترفت 49 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية بالإبادة الجماعية للأرمن وهناك مساعي حتيثة لشمول الإبادة الجماعية الأشورية بالاعتراف أيضا وتضمينها في مناهج التاريخ في ولاية كاليفونيا والولايات الأخرى وأشرت الولايات لأنه باعتبارها رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص لاعتراف وتوفير سبل الإنصاف لجراء ضد الإنسانية خلال الفترة من 1915 ميلادية و1923 ميلادية حيث الكثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون فيما كان يعرف بالسلطنة العثمانية قد تعرضوا للذبح والتجويع والتعذيب والترحيل ما يعرف من قبل المؤرخين بالإبادة الأرمنية فقد قرر مجلسها بأن تعترف الولايات بالإبادة الأشورية عام 1915 ميلادية والمعروفة بسيفه وكذلك مزر السميل عام 1933 ميلادية باعتبارها جراء ضد الإنسانية وعليه تعترف ولاية كاليفونيا بيوم السابع من آب 2019 كيوم تذكارين أشوري وعليه يقوم كبير كتاب المجلس بتوزيع نسخ من هذا القرار لينشر بالشكل المناسب أحياء المسيحيون في مدينة القامشلي بسوريا الجمعة عيد اكتشاف خشبة الصليب وذلك في مراسيم تقليدية منها إشعال النيران وإقامة الصلوات والتراتيل الدينية الخاصة بالمناسبة ويحيي المسيحيون في مساء الرابع عشر من أيلول سبتمبر من كل سنة عيد اكتشاف خشبة الصليب المقدس في العالم أجمع حيث تعود هذه المناسبة للقرن الرابع الميلادي وبالتحديد سنة 326 ميلادية وعن قصة الاكتشاف أوضح القس ملك عشو رمزية رعي الكنيسة في القامشلي أهمية هذا الاحتفال ومراسيمه قائلا إن هذا العيد له رمزية جميلة ومقدسة بالحياة المسيحية والتي بدأت أثناء حكم الملك قسطنطين حيث كانت حينها الوثنية منتشرة بشدة فبدأت الحروب بين الملك والفرس لتظهر علامة الصليف السماء مشيرة إلى انتصار الملك قسطنطين ونتيجة انتصارها أصدر الملك آنذاك قرارا بأن تصبح ديانة رسمية للدولة الرومانية هي ديانة المسيحية بعد أن كانت الوثنية منتشرة في ذلك الوقت مشاهدين نكمل معكم الحصاد حيث صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج الحربي على سفر سبع لجان عسكرية قضائية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج والاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيد للشباب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الثلاثين عامة وذلك بعد سداد الغرام المقررة خمسمائة وثمانية وثمانين دولار طبقا للقانون وكذلك الرد على جميع الاستفسارات التجنيدية حتى يمكن لللجنة مساعدتهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم بيانتهم شخصية وذلك لإضاحة موقفهم التجنيدية قبل سفر اللجنة وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الانتفاع المصرية إلى أن توقيتات اللجنة أقصها خلال المدة من الثلاث من أكتوبر المقبل ولغاة الثاني عشر منه للعام الجاري وتيسيرا على هؤلاء الشبان يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجدة بها الشباب لإضاحة موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادة المعاملة التي تفيد تسوية موقفهم التجنيدي نتيجة الانزعاج الدولي الواسع من تغيير المناخ وزيادة التقديرات البيئية أطلق الرئيس النمساوي أكسندر فان دير بلين الجمعة مبادرة جديدة لحماية المناخ وذلك قبيل مشاركته في قمة الأمم المتحدة حول تغيير المناخ في نيويورك يوم الاثنين المقبل ودعا الرئيس النمساوي في المبادرة التي حاضل بتأييد 32 رئيس دولة وحكومة من أربع إقارات إلى خطوات سريعة وشجاعة في الحرب ضد أزمة المناخ وقال الرئيس النمساوي في بيان مشترك مع بقية القيادات إننا نوجه نداء عالميا للمجتمع الدولي من أجل مزيد من الطموح المناخي وكان الرئيس النمساوي فان دير بلين قد أطلق مبادرة مماثلة مؤخرا شارك فيها حوالي 20 رئيس دولة وحكومة أوروبية في الفترة التي سبقت المؤتمر العالمي تغيير المناخ في بولندا في نهاية العام الماضي وإلى حيث ياتي أزمة هجوم أرامكو السعودية حيث أعلن البنتاجون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت أرامكو في السعودية مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في مؤتمر صحفي له الخميس لأن استبقى التحقيق السعودي وتقييماته مضيفا أن كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤول عن الهجوم بشكل أو بآخر مشاهدين وصلنا إلى الخبر الرياضي الذي احتل الصدارة هذا الأسبوع فقد احتفظ الفريق الأهلي المصري بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم على حساب غريمه التقليدية الزمالك إثر فوزه بثلاثة أهداف تاريخية مقابل هدفين للزمالك في المباراة التي جمعت ماء الجمعة على استاد برج العرب الإسكندرية وبحضور عشرة ألاف مشجع لكل الفريقين وسجل المهاجم النجيري جونيور أغاي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة التاسعة عشر من زمن الشوط الأول وضعف لعب خط الوسط الأهلاوي حسن الشحات النتيجة في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضاع لزمن الشوط الأول وعاد المهاجم الأهلاوي جونيور أغاي في الدقيقة التاسعة والأربعين واحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للمارد الأحمر وأقل صزم الكاوي محمود علاء الفارق للقلعة البيضاء في الدقيقة الرابعة والستين من ضربة جزاء مشاهدين ختم حصادنا للإخباري لهذا الأسبوع نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة